بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في شخص جديد وفي حلقة جديدة وفي أختي الحلقة إن شاء الله سنتعرف على طريقة تثبيت نظام الفونيكس أويس أو باختصار هو نظام أندرويد يعمل جانب الويندوز ويمكنك من استخدام تطبيقات أو ألعاب الأندرويد بشكل سريع جدا على الحاسوب الخاص بك حتى وإن كنت تنتلك مواصفات متوسطة أو لذاسبها في الحاسوب الخاص بك النظام الذي سنعمل علي في هذه الحلقة إن شاء الله هو نظام يمكنك تثبيته بجانب الويندوز بمعنى أنه لم يتم فقد أي ملفات حاصة بالويندوز فقط ستقوم بإضافة تجي إلى جانب الويندوز بشكل رائع جدا وبشكل سريع إذن كما ترحضون هذا هو الموقع الرسمي لهذا البرنامج وهذا المحاكي وهذا النظام الصحة التعبير كما تراحضون هنا المميزات والخصائص التي يحتوي عليها وكذلك هنا متطلبات التشغيل ينبغي أن يتوفر المعالج الخاص بحاسوبك على 2 جيجا هيرتز على الأقل وكذلك على 1 جيجا هيرتز على الأقل على مستوى الدكرة عشوائية وكذلك لن نسح التغذين لا تقلع مع شراء جيجا إذن كما تراحضون التي هي النسخة المتوفرة في الموقع بعد بعد الحال سنقوم بتثبيت نسخة 7.1 إذن نقوم بالتغطون على النسخة 7.1 ثم سيأتيبنا إلى هذا الموقع نقوم بعد ذلك بالتغطون على get download links 1-10 ثواني نضغط بعد ذلك على direct download كما تلاحظون سيضر معنا هنا البرنامج كما ترون هنا حجمه لا يتعدى أو لا يصل إلى 1 جيجا أنا قمت بتحميله مسبقا لن أقوم بتحميله الآن فقط سنمر إلى خطوة الموالية والتي هي تثبيت هذا البرنامج الذي قمنا بتحميله كما تلاحظون نقوم بالتغطي عليه ضغط سين بنزل الفأراء الأيسر ثم بعد مباشرة سيضر معناتي النفيدة التي ستتكون من ثلاث خانات من هنا الذي يوم من الآن هو install ثم نضغط على install هكذا ثم هنا الخطوة المهمة بشكل كبير وهنا من الأفضل أن نختار قرص C الذي يحتوي عليه مظام الwindows فمثلا إذا ذهبت أنا إلى disk PC من هنا سأجد أن الwindows هو حاصبي مثبت على local disk C أي أنه على القرص C وهنا الأفضل أن نقوم بتثبيت هذا النظام مع القرص الذي يحتوي عليه الwindows أو الذي يثبت على الwindows إن صحة تعبير لن يتم حدث أي ملفات موجودة على القرص C فمثلا إذا كان هناك هنا في هذا النظام الwindows وملفات مهمة وغير ذلك فلا تقلق بشأن هذا فلن يتم حدث أي ملف نقوم باختيار القرص ثم نضغط على next بعدها نقوم باختيار data sales أو حجم الداتا الخاص بنا نقوم باختيار 4 جيجا لفقط ليست المساحة الكلية للنظام فقط هي خاصة بالdata التي ستعمل على قراءة هذا النظام على حاسوبك ودعمه بشكل جيد ليتم العمل بجانب الwindows إذا أنتم تلاحظون أن هذه عملية التثبيت الآن تتم وعلينا فقط الانتظار إذن الآن نهاية الكلاتي الخطوات كل ما تبقي لنا الآن هو إعادة تشغيل الكمبيوتر لكي نكمل معكم الشرح كما تلاحظون هنا إذا ظهرت معكم هذه الرسالة ستتعلمكم النجاح لتثبيت هذا النظام على الحاسوب الخاص بكل ما عليك فعله والضغط على reboot now أو الضغط هنا ضغطتين على هذا النظام كما تلاحظ وسيتم إعادة تشغيل الكمبيوتر بشكل مباشر ويتم تحولك إلى النظام أيضا إذن نمر إلى هنا وأنا أعطي لكم إذن الآن كما تلاحظون الحاسوب قام بإعداد تشغيل وطلب مننا هنا اختيار بين الويندوز كما تلاحظون هنا سأظهر لكم الصورة كما تلاحظون سنقوم باختيار الفونيكس أويس من هنا لنختار الويندوز كما تلاحظون هنا الويندوز أيضا يظهر بمعنى أنه يشتغل بشكل جيد وسأظهر لكم ذلك في نهاية الفيديو نقوم باختيار الفونيكس أويس ثم ننتظر حتى يظهر لنا شعار البرنامج أو شعار النظام كما تلاحظون الآن يقوم بتثبيت النظام أو باستكمال الخطوات النهائية من أجل تثبيت النظام بشكل جيد هذا الحصو إذن ظهر معنى أخيرا شعار النظام كما تلاحظون الآن نقوم باختيار اللغة الإنجليزية وانتقط ذلك على نكس تاني هنا ثم سنقوم باختيار أكسبت ستقوم بإضافتها لما سأقوم فقط بضغط على سكيب ثم سكيب أنيوي نقوم باختيار هنا إن كنت تريد كتابة اسم معين أو شيء من هذا القبيل أنا سأضغط فنش هكذا وكما ترون هنا النظام دخل بهذه الطريقة كما ترون لهذا الشكل بهذا الشكل البسيط والرائع جدا هو لحد ما يشبه التصفح في الويندوز وهو بسيط جدا على مستوى التصفح وغير ذلك كما ترون هنا التطبيقات المباتية تيويها النظام وهنا الوتيفكيشنز والإحدادات و إيارة الواي فا البلوتوث زيادة الصوت زيادة الصوت والشاشة وغيرها كذلك مكان الساعة هنا لأزرار التصفح وإلى غير ذلك متحكم هنا التطبيقات على الساحة لنا كتاب كما ترون أيضا بلاي ستور يمكنك التسجيل في بلاي ستور سأقوم بمحاولة التسجيل في بلاي ستور إذن كما ترحضون سنقوم كتابة الجيميل الخاص لنا في هساب كتابة إذن تسترز هذا المنزز يمثل بدخول بشكل جيد تطبيقه في سيسيبوك أقوم بتثبيته يعني يمكنك تثبيت التطبيقات الأساسية على هذا النظام يعني يمكنك تشغيل التطبيقات والألعاب المتوسطة والأساسية على أيضا النظام بدون أي مشاكل نقوم بفتح التطبيق على هذا الشكل ثم سيفتح شكل جيد كما ترون يمكنكم تكفي الشاشة من هنا والتسجيل كما أنك تعملت لك تابلت أو جهاز أمرويد أيضا يمكنك من هنا إزالة الخلفية أو تغييرها هنا لديك كثير من الخلفيات مثلا نقوم باختيارات الخلفية سيتم تغييره على هذا الشكل أسبوع اختيارك وأيضا يمكنك التصفح في هذا النظام واكتشاف الأشياء الكسيرة الموجودة هنا كما ترحيبه هو هذه عددات النظام وهنا الكفير من الشيء يمكنك استكشافها بين السيك إذن كما ترون بعد إعادة تشغيل الكمبيوتر وجدنا أن الويندوز يتعمل بشكل عيد ولم يتم حتى أي ملفات سواء في قرص سي أو في غيره من الأقراص ولم يتم المساس بأي ملف خاص بكم ونظام يعمل بشكل جيد بجانب الويندوز بأن نعطي الطريقة التي أشارك معكم أي طريقة آمنة وفعالة ومجربة من قبل بمعنى أنه لم يتم حظ أي ملفات أو ضرر معي إذن كان هذا وكل شيء في هذا الفيديو أصدقائي إذا أجبكم الفيديو لا تنسوا مشاركة مع أصدقائكم لتعمل فإذا عدد جميع وإستثناء نواعيكاتكم الجميلة والشراك في القناة إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله